لم يكن على الموصل أن تدفع فقط ثمن الحرب الباهضة أرواحا وعمرانا بل كان ما بعد الحرب لا يختلف عنها سوى طريقة الموت وسلوك القاتل ميليشيات مسلحة تنتشر في المدينة ونواحيها ترافقها قوات عسكرية تتصرف وكأنها قوات احتلال بحسب سكان المدينة أحدث تفجيرات الموصل كان بسيارة ملغمة قرب أحد المطاعم في الجانب الأيمن مخلفا أحد عشر شخصا بين قتيل وجريح وكم من هائلا من الشبهات والتساؤلات عن الجهة التي تقف خلفه وما الغاية منه النائب عن محافظة نينوى أحمد الجربة طالب بإخراج ميليشي الحجد والجيش من المحافظة ورفض شرطة نينوى بمائة وخمسين ألف عنصر محلي لافتا إلى أن أبرز أسباب تدهور الأمن هو تعدد مصادر القرار العسكري حيث تتنازع قيادة عمليات نينوى من جهة وميليشي الحجد من جهة أخرى على أحقية اتخاذ القرار كما أن فساد القيادات العسكرية والأمنية ساهم كذلك في تفاقم التدهور الأمني في المحافظة حتى تهم النائب عن نينوى أحمد الجبوري اتهم القوات الحكومية بالتراخي مستدلا بالانفجار الأخير فوضى السلاح وانتشار الميليشيات كان بحسب الكثيرين السبب الأهم لما يجري في الموصل لا سيما أن سياسة الحكومة لم تختلف عن السابق من حيث الإهمال ومنهج العقاب الجماعي الذي يتجلى بحملات اعتقال شبه يومية تطال العشرات وتستخدم التفجيرات ذريعة لها مجلس عشائر الموصل حذر من انفلات الوضع الأمني في نينوى بسبب فساد الأجهزة الأمنية في المدينة عازيا التراجع الأمنية داخل المدينة وفي الأقضية والنواحي إلى فساد الأجهزة الأمنية وسوء معاملة السكان من قبل الميليشيات المسلحة التي تحكم قبضتها على الموصل وتدير بحسب منظمة هيومان رايس والسجون السرية يقبع خلف أسوارها المئات كما أنها تمول نفسها من عمليات تهريب النفط وفرض الإتوات على التجار